موسيقى أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من قناة حضر موت نبدأها بأبرزي العنوين موسيقى رئيس الوزراء يستقبل السفير الإمارة لدى اليمن محافظ حضر موت يفتتح ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع بمديريتي القطن وواد العين وحورة الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المساعدات بدير البلح والجوع يلتهم 15 طفلاً بغزة أهلاً بكم مجدداً وإلى التفاصيل استقبل رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد الزعبي وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود التي تبدلها الحكومة لمواجهة التحديات المختلفة وأثنى رئيس الوزراء على دعم دولة الإمارات للحكومة والشعب اليمني ووقوفها إلى جانب اليمن في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به من جانبه يجدد السفير الإماراتي وقوف بلاده إلى جانب أمن واستقرار ووحدة اليمن دشنا محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي بمدرية وادي العين وحورة خمسين مشروعا تنمويا وخدميا في قطاعات التربية والتعليم والصحة والأمن والكهرباء والمياه والزراعة والطرق ودشنا المحافظ ومعه وكيل الوادي والصحراء عامر العامري مشروع بناء المجمع التربوي وإدارة التربية والتعليم بالمدرية ومشروع بناء إدارة الأحوال المدنية بالمدرية ومشروع بناء عدد من الفصول الدراسية لعدد من المدارس وبناء مركز صحي بالخشعة وتأهيل شبكات مشاريع المياه وحفر عدد من الأبار الارتوازية كما دشنا المحافظ العمل على عدة مشاريع بمدرية وادي العين وحورة تمثلت في تأهيل عدد من السواق الزراعية ووضع محافظ حضر موت حجر الأساس للمرحلة الثانية لمشروع خطوط تصريف الطاقة من المحطة الغازية خرير بدرة وحجر الأساس لمشروع استكمال طريق بدرة المشهد مزدوج بطول ثمانية كيلومتر وفي مدرية القطن وضع محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي حجر الأساس لثمانية عشر مشروعا تنمويا وخدميا ووضع المحافظ ومعه وكيل الوادي والصحراء عامر العامري حجر الأساس لمشروع بناء المجمع الحكومي الجديد بالمدرية وتشطيب الدور الثاني لمستشفى القطن العام وسفلتة عدد من الخطوط الفرعية وتعشيب وإنارة ملعب نادي شباب القطن وبناء أربعة مراكز أمنية وبناء ثنوية البنات بمنطقة العقاد وبناء وتأثيث فصول دراسية وملحقاتها بثنوية الخنسة للبنات وتفقد محافظ حضر موت الخدمات الطبية في مستشفى الحياة بالقطن مطلعا على التجهيزات الطبية فيه وافتتح غرف العمليات بالمشفى متعرفا على احتياجات المستشفى وتفقد المحافظ أيضا المجمع الأكاديمي بمدينة القطن مطلعا على سير الدراسة في كلية الحقوق والعلوم الإنسانية بجامعة سيئون والمعاهد التابعة للمجمع الأكاديمي كما اطلع على الخدمات الطبية في مستشفى القطن العام من ناحية أخرى ترأس محافظ حضر موت بالمجمع الحكومي بمدرية القطن اجتماعا للمكتب التنفيذي بالمدرية وناقش الاجتماع المشاريع الخدمية وأولويات الاحتياج التنموي بالمدرية وأكد المحافظ اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بجميع مدريات المحافظة مشيرا إلى جملة المشاريع التي ستشهدها المدرية في القطاعات الخدمية والتنموية موضحا الاهتمام بقطاع الكهرباء الذي يحتل الأولوية تفقد محافظ حضر موت أمب خطب ماضي التجهيزات الأخيرة في فرش وتجهيز منشأة نادي التضامن الرياضي وقام المحافظ بجولة في أرجاء منشأة النادي مطلعا على عملية فرش العشب والسياج الحديدي مباركا لإدارة النادي وجمهورها العريض هذا الإنجاز الذي يأتي في سياق اهتمام ورعاية السلطة المحلية بالمحافظة بقطاع الشباب والرياضة اطلع المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساح الحضر موت أحمد باضروس بالمكلة على سير عمل جمعية المعاقين حركيا جاء ذلك خلال لقائه عددا من قيادة وعضاء جمعية المعاقين حركيا بساح الحضر موت واطلع باضروس على الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال الفترة الماضية في نطاق عملها تجاه فئة المعاقين حركيا مستمعا من الحاضرين إلى الخطة التي ستعمل عليها الجمعية خلال العام الجاري والصعوبات التي تواجه عملها والسبل الممكن لتجاوزها وبحث اللقاء مشروع الزواج الجماعي الذي تنظمه الجمعية لخمسة عشر عريسا من فئة المعاقين خلال العام الجاري بالخلال اقديم الدعم والمساعدة لهم لإتمام مراسيم الزواج الرسمية وأكد باضروس دعم ومساندة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لجمعية المعاقين حركيا وفئة ذوي الهمم بشكل عام مشددا على مضاعفة الجهود في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من الجمعية تجاه المعاقين وتسهيل أمورهم رحب محافظ شبوى عواض بن الوزير بالتوجهات الجديدة لمشروع أطباب الحدود البلجيكية بالمحافظة وأكد ابن الوزير خلال لقائه برئيس بعثة أطباب الحدود في اليمن وولد ستالز ومنسق مشروع أطباب الحدود في شبوى فابريزيو كاروتشي أهمية اتخاذ قراره بالتوسع في مديريات المحافظة والحرص على توفير مقاومة نجاحه في المديريات التي يجب التدخل فيها من جانبه عبر رئيس البعثة البلجيكية عن ارتياحه لمستوى علاقة المشروع بقيادة المحافظة وسلطاتها الصحية مؤكدا دورها في نجاح تدخلات المشروع بالمحافظة وتشجيعها على التوسع في أعمالها المستقبلية بدوره استعرض منسق المشروع البلجيكي بالمحافظة نوعية تدخلاته في مستشفى عتق في مجال رعاية الطفولة لافتا بدورها في خفض معدلات الوفيات في اليوم التاسع والاربعين بعد المئة للحرب على غزة شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على رفح وخان يونس جنوب القطاع واستهدف الاحتلال شاحنة مساعدات في دير البلح وسط القطاع مرتكبا مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة آخرين كما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق مدينة حمد والقرارة ودير البلح في قطاع غزة بما يزيد عن أربعين غارة في الوقت ذاته ارتفع عدد الوفيات بين الأطفال في مستشفى كمال عدوان بسبب سوء التغذية وعدم توفر الدواء والوقود إلى خمسة عشر شهيدا في حين حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف من كارثة تهدد مستقبل أطفال القطاع مع استمرار هذه الأوضاع وكان مدير مستشفى كمال عدوان أعلن وفاة سبعة أطفال مشيرا إلى أن الأطفال يواجهون الجفاف الشديد وسوء التغذية في ظل خروج المستشفى عن الخدمة وتتزايد مخاطر الموت المحقق للأطفال الرضع شمالية قطاع غزة بسبب نقص الغذاء والمجاعة التي اشتدت خلال الأيام الماضية وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى ثلاثين ألفا وثلاثمائة وعشرين شهيدا وواحد وسبعين ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثين مصابا إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض أقام مركزاء أحمد وخديجة التابعان لمؤسسة حضر موت تنمية بشرية الحفل الختامي والمعرض التخصصي لملتقى الإبداع الرابع عشر لطلاب المركزين بهدف سقل إبداعات الطلاب والطالبات والمساهمة في خلق بيئة علمية تنافسية تعيد ألق التعليم وتعكسه في سوق العمل المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي بيئة علمية وإبداعات طلابية ومواهب متجددة طلاب بحثوا عن التمكين والسقل حتى وجدوها في أياد احتضنتهم هنا في مركز أحمد وخديجة فمواصلة لسلسلة الإبداع أقام مركز أحمد وخديجة التابعين لمؤسسة حضر موت تنمية بشرية الحفل الختامي والمعرض التخصصي لملتقى الإبداع الرابع عشر لطلاب المركزين حقيقة نحن سعداء اليوم ونحن نختتم بالحفل الختامي للملتقى الإبداع الرابع عشر لمركزي أحمد وخديجة نسعد فعلا بالمواهب التي تم عرضها اليوم في المعرض وكذلك بمهارات الطلاب الخطابية والمعرفية والمعلوماتية التي قدموها في الندوة واليوم ختامها هذا الحفل البهيج الحفل تفنن فيه طلاب المركزين حيث احتوى على مشاهد هادفة وفقارات فنية وعروض إبداعية واحتوى المعرض التخصصي على العديد من الأجنحة والأقسام والمشاريع الذي تنوعت أركانه بين مشاريع تخصصية أبرزة الجانب التقني وريادة الأعمال والاستدامة والفنون والمجالات الثقافية كمحتوى على ابتكارات جديدة وأفكار تخدم الفرد والمجتمع أنه لا يكتصل معرض فقط على عرض التخصصي فقط وإنما لنا فيه جوانب عدة مثل الفني التقني الثقافي والتكنولوجي وأيضا فيه ركن عن القضية الفلسطينية التي هي أرض المعاني الشكر المقدم من لجنة الملتقى إلى مؤسسة حضرموت تنمية بشرية على دعمهم الكامل واهتمامهم بالطالب الجامعي في مراكزهم التابعة المؤسسة من إقامة الملتقى هذا واهتمامهم فيه وتنسيقهم وترتيبهم بشكل عام قطوات مدروسة أسهمت في تنمية المهارات العلمية وخلق بيئة تنافسية سادتها المثابرات والجد والاجتهاد والإبداع ليصطع نور العلم على وحل الجهل والظلم إظهار الإبداعات والصغل المواهب أتسون عملت مؤسسة حضرموت تمية بشرية على ترسيخها في مركزي أحمد وخديجة تطبيقا لشعارها الموسوم نستثمر في الإنسان محمد بن فضل لقناة حضرموت المكلة قادة ليونيل ميسي والويس أسواريز أفريقهما إنتر ميامي إلى الفوز على أورنالدو سيتي بخماسية نظيفة بينها ثنائية لكل منهما في الدورية الأمريكي لكلة القدم وأسجل سواريز الهدفين الأولين في الدقيقتين الرابعة والحدعة عشر قبل أن يصنع الهدف الثالث للفنندي روبيرت تايلور في الدقيقة التاسعة والعشرين وأسجل ميسي الهدف الرابع مطلع الشوط الثاني في الدقيقة السابعة والخمسين قبل أن يختم المباراة برأسية إثر تمريرة من زميله سواريز ورفع ميسي رصيده إلى ثلاثة أهداف في الدور حتى الآن ويتصدر فريقه إنتر ميامي جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد سبع نقاط نهاية النشرة مشاهدينا لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنبع رئيس الوزراء يستقبل السفير الأميراتي لدى اليمن محافظ حضر موت يفتتح ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع بمدريتي القطن وواد العين وحورة الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المساعدات بدير البلح والجوع يلتهم خمسة عشر طفلاً بغذة وصلنا إلى ختم النشرة مشاهدينا شكراً لطيب المتابعة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل ولمزيد من الأخبار دابوا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي آت حضرمو تي بي يا مانيلا اشتركوا في القناة